فجأة وبدون سابق انظار الكل صحي على خبر افزع الجميع زلزال بقوة خمسة رغتر في محيط سد النهضة في اثيوبيا انتو عارفين ايه تأثير الهزات الارضية اللي حصلت على السد وايه وضع دول المصب اللي هم مصر والسودان كل ده هنعرفه هنا فخمسة بالعربي في وقت ما الاحداث والاوضاع بتتفاقم وتزداد سوق مع الجانب الاثيوبي بشأن سد النهضة وفشل كل المفاوضات تتفاجئ اثيوبيا بزلزال عند منطقة الاخدود الاثيوبي ودي واحدة من اكتر الاماكن الحساسة من الناحية الجيلوجية في افريقيا طيب هي ليه بتعتبر من اخطر الاماكن المنطقة دي مليانة فوالق وشقوق تحت سد ضخم بيحتاج الستين مليار طن من المياه فطبيعي تهدد امان السد الزلزال كان بقوة خمس درجات على مقياس رغتر وعلى عمق 10 كيلو مترات وحصل في منطقة الاخدود الاثيوبي اللي بيعتبر امتداد للاخدود الافريقي العظيم المنطقة دي بتبعد حوالي 140 كيلو متر عن العاصمة الاثيوبية دي سابابا ورغم ان المسافة دي كبيرة بين مركز الزلزال وسد النهضة الا ان الزلزال بيثير مخاوف كبيرة نظرا لطبيعة المنطقة الجيلوجية الدكتور عباس شراقي استاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة وضح ان دي مش اول مرة يحصل زلزال في المنطقة وانه في مايو 2023 حصل زلزال تاني بقوة 4.4 درجات بمقياس رغتر وكان وقتها اقرب بكتير لسد النهضة بحوالي اقل من 100 كيلو متر وده كان اقرب زلزال من مئات الزلازل اللي حصلت في اثيوبيا خلال المئة سنة اللي فاتوا شراقي يأكد ان دلواتي في حوالي 60 مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة والكمية دي تعايد الوزن حوالي 60 مليار طن والوزن الضخم ده بيشكل ضغط كبير على قشرة الارض الهشة جيولوجيا في اثيوبيا خصوصا انها منطقة فوالق وشقوق جيولوجية بسبب الاخدود الافريقي رغم ان الزلزال ده بعيد عن السد وقوته متوسطة الا ان تكرار الزلازل في المنطقة دي ممكن يعمل مشاكل حقيقية للسد الدكتور شراقي حذر ان سد النهضة بعد الملء الاول بيشكل خطر كبير ممكن يكون بعد سنين لكن الخطر موجود طول الوقت والمنطقة اللي حصل فيها الزلزال دي اللي هي الاخدود الاثيوبي بتعتبر من اكتر المناطق في افريقيا عرضة للزلازل والبراكين وضح شراقي ان في خريطة بتبين مواقع الزلازل اللي حصلت خلال المئة سنة اللي فاتوا وبيظهر فيها الزلازل بشكل دوائر وكل ما كانت الدائرة اكبر كان الزلزال اقوى كمان شراقي قال ان بعد ما تم فتح بوابات المفيد العلوية في سد النهضة بدأ يتضفق حوالي 400 مليون متر مكعب يوميا من المياه ناحية السودان ومصر والكمية ديها تنخفض الاسبوع اللي جاي ل300 مليون متر مكعب وده بسبب توقف التوربينات الاربعة في السد من يوم 5 سبتمبر واللي خلى مستوى التخزين سابت عند 60 مليون متر مكعب ومستوى سطح البحيرة حوالي 638 متر فوق سطح البحر وبسبب تضفق المياه دي السودان اضطرت لفتح بوابات سد الروسيرس علشان يصرف المياه وده رفع مستوى نهر النيل في الخرطوم الغريب ان فيضان النيل الابيض بدأ يوم 13 سبتمبر مع انه دايما بيبدأ في اغسطس والتأخير ده حصل بسبب حجز مياه النيل الازرق وانخفاض منسوب النيل في الخرطوم من اول يوليو لحد الاسبوع الثاني من سبتمبر ومن المتوقع ان فيضان النيل الابيض يستمر لحد نهاية اكتوبر او ممكن يمتد لنوفمبر في حالة استمرار توقف التوربينات وفتح بوابات المفيد اشتركوا في القناة